ينضم إلينا من عمان حمادة فرعنة الكاتب والباحث السياسي سيد حمادة هل يمكن القول أن بالفعل الفجوة ضاقت في الخلافات ما بين حماس وإسرائيل وأننا على أعتاب انفراجة في هذا الأمر شكراً هناك احتمالات أكبر أصبحت في إزالة الفجوة التي كانت كبيرة بين طرفي الصراع ذلك أن حركة حماس صاحبة مبادرة لأن حركة حماس يجب أن يكون واضح لديها إحساس بالمسؤولية أولاً تجاه شعبها الذي يعاني من الجوع والقهر والمرض والقتل والتدمير وأيضاً لا شك أن على المستوى العسكري إذا كانت قوات الاحتلال بقدراتها المتفوقة تعاني من شح الموارد التسليحية فكيف يمكن تقييم حالة حماس العسكرية التي لا شك أنها حينما تفقد الطلقة وتفقد القذيفة لا تتوفر لها فرص تعويض ولذلك من موقع الذكاء وحسن الاختيار أن حركة حماس مرنة بهذا المجال حتى لا تحشر في الزاوية وحتى تعطي المجال لإمكانية التوصل لتفاهمات في هذا المجال ما زالت حركة حماس تتمسك بالأساسيات ولكنها وضعت هذه الأساسيات ضمن التدرج والمرحلية في عمليات التطبيق وهذا ربما يسهل على الوسطاء قطر ومصر وأيضا على الولايات المتحدة الأمريكية للتعامل بإيجابية مع هذا التطور الإيجابي مع هذه المرونة التي مرستها حركة حماس إلى أين تفضي هذه المفاوضات في هذه النسخة الجديدة سيد حماد هل ستفضي إلى هدنة طويلة أم إلى وقف كل لإطلاق النار هل ستفضي إلى تبيض السجون وإعادة جميع المحتجزين أم ماذا؟ هذا غير وارد إلى الآن ولكن هناك كما قلت خطوات مرحلية اليوم وقف إطلاق النار سيكون لستة أسابيع وأيضا هناك الإفراج عن عدد واسع في عمليات التبادل ولكن علينا أن نتذكر لا أحد يذكر أن هناك جنود وضباط ما زالوا في حوزة حركة حماس هم الثقل الأساسي والورقة الأساسية في المساومة التي تملكها حركة حماس ولذلك علينا أن نتذكر أن حركة حماس تطالب أن لا يكون هناك مراقبة جوية في عمليات وقف إطلاق النار وفي مرحلة التبادل الأسرة أو إطلاق صراح الأسرة حتى لا تكتشف قوات الاحتلال مواقع هؤلاء الأسرة الإسرائيليين ولذلك الورقة الأهم ما زالت بيد حركة حماس والورقة الأهم ما زالت بيد قوات الاحتلال بعدد الكبير من الأسرة الذين مضوا سنوات طويلة وخصوصا قياداتهم الأساسية مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية للتحرير فلسطين عبدالله البرغوثي الشخصية القيادية لدى حركة حماس وآخرين ولذلك هؤلاء من الورقة الرابحة لدى طرفي الصراع وبالتالي مؤجلة هذه الورقة حتى تثبت وقف إطلاق النار ويصبح هناك واقع جديد يمكن الاعتماد عليه من قبل الوسطاء وأيضا من قبل طرفي الصراع واضح حسب تقارير الاستخبارات الأمريكية أن الهدف الأول لقوات الاحتلال بالقضاء على حركة حماس هذا غير وارد وفق التقييمات الأمريكية وبالتالي هناك مستجدات يفترض أن يتم التعامل معها لهذا الوقت قوات المستعمرة الإسرائيلية فشلت في العنوين الأربعة التي وضعتها في هدفها في عملية الاشتياح فشلت في تدمير وفي قتل وفي تصفية حركة حماس وثانيا فشلت في إطلاق صراح الأسرة بدون عملية تبادل وثالثا فشلت في إعادة المستوطنين إلى المستوطنات المحاذية في غلاف قطاع غزة ورابعا فشلت في طرد وتهجير وإبعاد الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء ولذلك الأهداف الأربعة التي وضعتها قوات الاحتلال فشلت فيها وبالتالي تحاول أيضا قوات الاحتلال بعد الضغوط الأمريكية التي وجدت أن هناك إخفاق وفشل لقوات الاحتلال أن البحث وإيجاد أرضية من التفاهم مبنية على تفاهمات مرحلية تدريجية مؤقتة ولكن كما تفضلت به أن الأهداف الاستراتيجية في هذه المعركة وهي وقف شامل لإطلاق النار طبيض السجون على قاعدة التي أعلنتها حركة حماس الكل مقابل الكل هذا الحقيق وإنسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة هذه الأهداف الثلاثة ما زالت مؤجلة إلى المرحلة التالية ما بعد المرحلة المؤقتة التي عمرها الزمني سيكون ستة أسابيع مقبلة هل يمكن أن تغضي هذه الهدنة إلى وقف إطلاق النار؟ يمكن أن يكون كذلك لأن كما قلت أن الأهداف التي وضعتها وزارة الدفاع يو آف جلانت لم تحقق شورطها ولكن أيضا يجب أن يكون واضح أن المعركة لم تنتهي لا قوات الاحتلال هزمت لا المستعمرة الإسرائيلية هزمت ولا المقامة الفلسطينية انتصرت ما زلنا في جوف المعركة والمعركة لم تنتهي وبالتالي هناك تقطع في هذا المجال ومن هنا يمكن الرهان على ما بعد انتهاء الفترة الانتقالية ماذا يمكن أن تكون خلال الفترة الانتقالية؟ الفترة الانتقالية هي التي يمكن أن تحكم على مقدمات النتائج النهائية ولكن اليوم طالما لم يتم تنفيذ الاتفاق المرحلي خلال ستة أسابيع من الصعوبة الحكم وقراءة النتائج النهائية كما قلت وهي انسحاب إسرائيلي كامل وإطلاق صراح كامل لطرفي الأسرة وإنهاء ووقف كامل لوقف إطلاق النار هذا الأهداف الثلاثة ما زالت غير قائمة حاليا وغير مدرجة في بنود واتفاق الاتفاق المرحلي الانتقالي هل لهذا الأمر يلوح نتنياهو دائما بعملية اجتياحها رفع حتى يحصل على العديد من المكاسب رغم الرفض الأمريكي نعم لأن نتنياهو وفريقه الأمن والعسكري أخفقوا إلى هذا الوقت في مسألتين جوهريتين الأولى أخفقوا في مبادرة 7 أكتوبر واكتشافها وأخفقوا أيضا في معالجة نتائجها وبالتالي هذا الإخفاق وهذا الفشل لم يصل إلى حد الهزيمة ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تقرأ هذه النتائج على أنها لا تملك القدرة العسكرية الإسرائيلية إلى هذا الوقت وفقى الاعتماد على هذه النتائج المرحلية أن تصل إلى النتائج النهائية التي حددها نتنياهو بالنصر النهائي بإنهاء وجود حركة حماس واجتياح كامل قطاع غزة بما فيها منطقة رفع ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تتحفظ ومازالت رافضة لعملية الاجتياح خاصة أن هناك عوامل أخرى يجب أن نذكرها في هذا المجال العامل الأول وهذا العامل الأول هو الذي يمكن أن نحدد الفرق بين خيارات الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي الذي يقود الولايات المتحدة الأمريكية حاليا وهو متهم في قراءة للجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية والإفريقية الذين أبلغوا إدارة الحزب الديمقراطي وفعلوا ذلك حقا أنهم لم يستقبلوا إدارة الرئيس بايدن الانتخابية في 12 ولاية أمريكية وأبلغ وأقول هنا اعتمادا على معلومات ملموسة وصلتني وبخلال الاتصالات مع هذه القيادات أنهم سيضعوا ورقة بيضاء في صناديق الاقتراع والتالي هذا العامل الأول الذي يحرك وغير من الموقف الحزب الديمقراطي خاصة أن الحزب الديمقراطي يتفوق على الحزب الجمهوري أن لديه قطاعات واسعة من الفلسطينيين والعرب والمسلمين بعكس الحزب الجمهوري المتطرف هذا العامل الأول العامل الثاني هو العامل الأوروبي الذي بدأ يتطور بالاتجاه الإيجابي انعكاسا لما يجري على الأرض وثالثا الجرائم التي ارتكبت حينما ندقق بحجم القتل المتعمد للمدنيين وحجم الدمار المتعمد للمؤسسات المدنية المستشفيات المخابز المدارس هذا شكل حرج للإدارة الأمريكية ولذلك هذه العوامل لعبة دور أيضا ضاغط على إدارة الرئيس بايدن وبالتالي هو يعكس ذلك في مطالباته وفي الحاحه على رئيس حكومة المستعمرة في أن لا يقدم على جريمته نحو منطقة رفح وهل برأيك سيقدم نتنياهو على اجتياح رفح رقم هذا الرفض الأمريكي والحديث بلهجة حاسمة إلى حد ما الحقيقة بالنسبة لنزينياهو سواء لأسباب تكتيكية أو لأسباب حازمة هم اتخذوا القرار والبرامج والخطط في عمليات الاجتياح ولكن هناك تردد بسبب الموقف الأمريكي وبالتالي لهذا الوقت لم يتمكنوا أو لم يسمحوا للفلسطينيين النازحين للانتقال من منطقة الجنوب إلى منطقة الوسط والشمال خاصة أنهم ما زالوا يرتكبون الجرائم حتى في المناطق الشمالية والجنوبية بالأمس كان هناك أكثر من خمسين شهيد قتيل فلسطيني ممن الذين كانوا يتطلعون لاستقبال المساعدات في المناطق المختلفة وبالتالي القرار الإسرائيلي ما زال إلى الآن هو عمليات التصفية واستمرار عمليات التصفية للمدنيين الفلسطينيين ولذلك العامل الأساس الذي يمكن قراءته في الخطط والبرامج الإسرائيلية هو إنهاء العامل الديمغرافي الفلسطيني هو قتل أكبر عدد من الفلسطينيين بالقتل أو بالترحيل ودفعهم نحو الرحيل والهجرة وبالتالي طالما أن الفرص مغلقة بقرار سواء فلسطيني أو بقرار مصري أو حتى بقرار دولي بعدم السماح للانتقال والرحيل والهجرة فالقرار المتاح مع الأسف للمستعمر الإسرائيلي وقواتها هو عمليات التصفية والقتل للمدنيين الفلسطينيين إذن من عمان سيد حمدى فرعن الكاتب والباحث السياسي شكراً جزيلاً لك